نذر صراع جليد تلوح في الأفق قد يتطور إلى نزاع مسلح بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في العراق تلك النتائج التي بدت مثيرة لغضب كثير من الكتل والمكونات المشاركة في الانتخابات والتي ترى أن العملية الإلكترونية للفرز وعد الأصوات شابهة كثير من الخروقات والتزوير وسرقة الأصوات لصالح البعض على حساب البعض الآخر اتهامات قد تبدو طبيعية بعد كل انتخابات في عالمنا العربي غير أن الوضع في العراق مختلف فلكل حزب وكتلة سياسية ميليشيا مسلحة تدعمهم بل أن ائتلاف الميليشيا المسمى بالفتح بات في المركز الثاني بعد ائتلاف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر والذي تتبعه ميليشيا سرايا السلام نهيك عن وجود مخاوف حكومية بشأن قيادات في قوات الحكومية تدين بالولاء لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي ما يحول العراق إلى ساحة لتنفس سياسي بين مجموعات مسلحة تمتلك أجندات سياسية مختلفة ورغم تأكيرات بعض القيادين في التحالف الوطني الحاكم أن الكتلة والأحزاب السياسية لن تلجأ إلى النزاعات المسلحة من أجل السيطرة على السلطة إلا أن هؤلاء أنفسهم يعودون ويحملون مفوضية الانتخابات مسؤولية إراقة الدماء واشتعال السراع المسلح في البلاد إذا هي لم تستجب وتلغي النتائج المعلنة وتعيد العد والفرز اليدوي للأصوات وللمخاوف بشأن نشوب السراع المسلح بسبب الانتخابات أسبابها ففي 2010 و2014 شهد العراق إبان مفاوضات تشكيل الحكومة أنذاك أحداثا دموية راح ضحيتها المئات من العراقيين وخلال الأيام القليلة الماضية سجل 15 هجوما مسلحا في الأنبار وصلاح الدين وضواحي الموصل وأربعة هجمات في بغداد ومحيطها الأمر الذي يزيد بواعث القلق من انفلات الأمور إذا لم تجد الكتل السياسية سبيلا يمنع البلاد من الانزلاق نحو هذا النفق المظلم